قارب النزهة الذي خلف الأسبوع الفارض ثلاث قتلى ويتعلق الأمر بأطفال بعد انقلاب هذا القارب نعم في شاطئ كاف فاطمة في بلدية بن عزوز بالتحديد وكنا تطرقنا لهذه القضية بالأمس الخميس كان محكمة الجنح قد قضت في صاحب قارب النزهة بعقوبة الحبس غير النفذ لمدة ستة أشهر وغرم ملي أيضا تقدر بخمسين ألف دينار جزائري وقائع هذه القضية كما قلت لك وسام تعود إلى 18 أوت الجاري عندما كان المعني البالغ من العمر 41 سنة في نزهة رفقة 11 طفلا في عرض البحر بشاطئ كاف فاطمة في بلدية بن عزوز قبل أن ينقلب القارب ويخلف ثلاث وفايات للأسف وإصابة البقية خلال المحاكمة وسام صرح المتهم بأنه لب طلب أولياء أولياء الترميذ أو أولياء الأطفال لأجل أخذهم في رحلة قصيرة بحكم المعرفة السابقة بين الجميع غير أن فقدان التوازن بسبب تحرك الأطفال في القارب جعله ينقلب وقد تمكن من إنقاذ ثم الأطفال بمساعدة سيدين ومصطفين لكن البقية غرقوا معتبرا الأمر فوق طاقته من جهتهم أهلية الضحايا وسام طالبوا كلهم بالإفراج عن المعني بعضا اعترفوا أنهم هم من طلبوا منه أخذ منهم في رحلة تنزه لكن القدر كان أسبب للأسف يعني حتى بالنسبة لهكذا تصرفات